مجدداً الصحفيون اليمنيون في مواجهة محاكم ميليشيا الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات تحتجز الميليشيا أكثر من عشرة صحفيين بتهم كيدية وتحاول إضفاء صفة قانونية لهذا الاعتقال عن طريق إحالة ملفهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وإجراء محاكمات صورية عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين المختطفين المحامي عبد الباصد غازي كتب في صفحته الشخصية أن هيئة الدفاع فوجئت بإحالة ملف الصحفيين إلى عهدة أحد القضاة المعروفين بتعصبهم المطلق للحوثيين وهو ما يعني أن حياة الصحفيين أصبحت معرضة للخطر أكثر من أي وقت سبق تتهم ميليشيا الحوثي الصحفيين العشرة بمساندة ما تسميه العدوان والتخابر مع المملكة العربية السعودية وهي التهمة التي صلتتها الميليشيا على آلاف اليمنيين طوال ما يقارب الخمسة أعوام ولكن هذه المحاكمة تترافق مع تطورات تجعل منها مجرد مسرحية هزلية لكنها قاتلة مؤخرا كشفت قناة بلقيس عن وجود وفد حوثي في الرياض يعقد اجتماعات عالية المستوى مع المسؤولين السعوديين وتتبادل الجماعة مع المملكة العديد من الأفكار بخصوص اتفاق وشيك بين الجانبين ولكن هذا كله لم يرفع عن عاتق معارضي الجماعة تهمة موالات السعودية مفارقة لا تحتاج إلى كثير من التفسير فلا طالما كانت أعمال الجماعة الحوثية في واد وشعاراتها في واد آخر منذ اللحظة التي أعلنت فيها عن نفسها أما أن اتفاق يعترض على طرح التليل فهذا المرد تتعامل ميليشيا الحوثي مع مؤسسة القضاء كأداة للتنكيل بكل من يخالف نهجها مستغلة موالات معظم أعضاء السلطة القضائية لها لم يعد العالم يتحدث عن صحفيين مدنيين مرميين خلف قطبان الميليشيا لقرابة خمس سنوات الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الحقوقية الدولية والأممية ذات العلاقة لم تعد تلتفت لمعاناة الصحفيين اليمنيين أو تضغط على الميليشيا للإفراج عنهم وكأن مصيرهم لم يعد يهم أحدا سوى أهاليهم الذين تعبوا بانتظار لحظة عودة أبنائهم الأبرياء ترجمة نانسي قنقر